أكد رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضر موت العميد روكن سعيد المحمدي رفض دخول قوات درع الوطن أو غيرها من القوات العسكرية إلى ساحل حضر موت جاء ذلك خلال لقائه برفقة علي الجفري نائب رئيس الهيئة القيادية المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية الشحر للاطلاع على أوضاع المديرية ومناقشة خطوات الهيكل الجارية في المديريات وأوضح رئيس تنفيذ انتقال الشحر عبدالطفي أن التعدي على النخبة الحضرمية خط أحمر مشددا على عدم السماح بدخول أي قوات إلى الساحل والتمسك بقوات النخبة الحضرمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر